سائل ومسؤول ومجيب السائل صحابي والمسؤول سيدنا محمد والمجيب هو الله. والله. فما السؤال? وما الجواب? ايها السادة الاعزاء اسمحوا لي ان التقل بحضراتكم مع الترس السابع عشر بعد المئة الرابعة الى قاعة المحاضرات العظمى وقد كتب على بابها بحروف من نور وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى مضغوط الحناية الالهية. وشمس الهدوة الربائية. الى صاحب الطروة البهية. الى صاحب الجبيل والظهر والوجه الاقور سيدنا محمد. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي. تعالوا الى سيدي. صحابي يدخل الان على رسول الله. صلوات الله وسلامه عليه. وارى امامي وجه المصطفى متهللا مستكسرا كأنه القمر ليلة الصحابي يقول للحبيب في سؤاله يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فننازيه? الله قريب ام بعيد? ان كان قريبا ناجيناه اي دعوناه سرا. وان كان بعيدا ناجيناه اي رفعنا الاصوات بالدعاء فمن الذي اجاب على هذا السؤال? ان الذي اجاب على هذا السؤال هو الله ذاته? اذا بالاعوامل تفضل الى سفير الانبياء? وكبير امناء وحي السماء? اذا بجبريل يجب العفاق? ويطول باجل حتى استضع الصباق? وينزل بالاجابة على نبي الله محمد? واذا سالك عبادي عني فريق قريب? الله? اجابة شافية كافية وافية. واذا سالك عبادي اذا تفيد تحقق الوقوع بخلاف ان فان ان تفيد احتمال الوقوع ان جاءكم فاشق بنبأ فتبينوا يحتمل ان يخفي فادك اما اذا سالك فلابد انه ساسألك عبادي عني واذا سالك عبادي عني عني فاني قريب. ما مدى هذا قرب? كيلو متر? سنتي متر? ملي متر? دي سي متر? لا. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسرسه بنفسه ونحن اقرب اليه من حبيل الوريد. وحد المجيد. فلم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا اذنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ان الله بكل شيء عليم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت الرقيب لكل ما يتوقع انت الرقيب لكل ما يتوقع يا معسر السادة واذا سالك عبادي عني فاني قريب عجب واي عجب؟ عندما تستطلع ايات القرآن الكريم تلمح عجبا. كلما وجه سؤال الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقله الله تعالى الاجابة بقوله قل يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتام والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشخر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك ماذا ينفقون قل قل العفو. يسألونك عن اليتام قل اصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو اذا. يسألونك عن الساعة في ايال مرساها قل انما علمها عند ربي. واسألونك عن الجبول فقل يلتفها ربي نسا. الا في موضع واحد لم يقل الله تعالى لنبيه قل. حتى لا يكون هناك واسطة بين السائل والمسؤول وهو الله. اتبرون محيظ الموضع واذا سالك عبادي عني لم يقل فقل اني قريب. انما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لم يرضى ان يوسط بين السائل والمسؤول بكلمة قل. بكلمة قل. انما قال فاني قريب. قريب. قال موسى يا ربي اذا قال العبد يا ربي وهو راكع ماذا تقول له? قال اقول له لبيك يا عبد. قال فاذا قالها وهو شادق. قال اقول لبيك يا عبد. قال موسى فاذا قالها وهو عاصل قال اقول له لبيك لبيك لبيك. الله. موسى الله. واذا فالك عبادي عني فاني قريب 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 اجيب دعوة الدعاء اذا دعاني. اما كان يكفي ايها السادة الاعزاء ان يقول مولانا اجيب دعوة الداعي اذا امتمت داعي الى ان يقول بعد ذلك اذا دعاني لحكمتين اثنتين الحكمة الاولى استجيب له الدعاء اذا دعاني انا اما اذا دعا غيري فلا اجابة له عندي اسمع معي الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل انا اغلى الشركاء عن الشركين فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشريكة اذا سألت فاسأل الله اذا استعمت فاستعل اذا توكلت فتوكل اذا دعاني اذا دعاني انا اما اذا دعا غيري انا نصيد له عندي الحكمة السامرة انني اجيب دعوة الداعي اذا اي في وقت دعائه لا اخر له الدعاء ابدا هو يدعو وانا اكثر فاذا شغلك ذكر الله عن الدعاء وشغلتك قراءة القرآن عن الدعاء تسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل من شغله ذكر عن مساءلتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين اذا شغلت بالذكر او بقراءة القرآن عن الدعاء فان الله سيعطيك افضل ما يعطي السائلين فليستجيبوا لي يستجيبوا لاوامري ولواهية واليؤمنون بي لعلهم يرسدون لا الهة محمد رسول الله اذن وقف لاله